اشتركوا في القناة تغطية كبيرة للبطولات المحلية دضاعة النقاط شيء مرفوض لكل الفرق سواء كان من الإدارة الفنية من المدربين وكذلك من اللاعبين بكل تأكيد الرياضية في الكلاسيكو كلاسيكو بنغازي ترابلس كلاسيكو أهلي بنغازي والاتحاد لا يخفى ولن يخفى على أحمدي وكذلك البنزارتي جمعة بورقيقة يعكس كرة عرضية على مستوى القائمة الأول الجالي أسرى ليوجو ملالي بنغازي تلعب الكرة مقوصة داخل المنطقة محمد زعبية باتجاه الماذبي الماذبي والعرضية العرضية علي يوسف يبعد الكرة بالرأس تعود في وسط الملعب عند كرام الزوي كرة عليصار نيدفريكي فيونغ نيجيري نيجيري يلعب العرضية خطيرة خطيرة الكرة باتجاه أمام طارق أمامي ضيئة ولكن أتسأل الحاضر طال الفرحات الذي يجد نفسه أساسي في تشكيل اليوم عرضية وبالرأس كرة خطيرة طال الفرحات يلعب كرة عرضية واللحظات الأخيرة أصدقائي أعزائي المشاهدين من دقائق هذا الشوطة الأول بين الاتحاد والعلي بنغازي فيها الكلاسيكو كرة طويلة باتجاه معادة إيسا والخروج على الخروج في التوقيت المميز كرة من جديد عند الاتحاد عرضية موجودة علي يوسف أبو بكر بعقيلة يرجع كرة باتجاه أحمد أعزاق يلتقطها تصل الكرة الآن والوجوم يتحول لصالح فريق ألالي عرضية باتجاه يونغ بالرأس كرة تلعب عرضية داخل المنطقة على مستوى القائمة الأول الإبعاد الإبعاد موجود في مرة أولا وفي مرة ثانية تصويبا من مسافة بعيدة على تنفيذ هذه الكرة وهذا الخطأ يلعب كورتا السند طويلة عالية على الجال يسرى محمد زعبية من جديد كرة طويلة من طلال باتجاه عمر الخوجة الخوجة يحافظ على كورتا عمر يبحث عن عرضية ولكن عبدالله بلعم يأتي ليقطع الطريق يقطع الطريق عبدالله لا تزال سلبية بدون هداف عن جمعة بورقيقة وكذلك محمد العكشي على تنفيذ هذه الكرة الثابتة جمعة بورقيقة يلعب كورة على مستوى القائمة الثاني خروج معادل لافي الكورة من لا تزال داخل أرضية اللاعب داخل أرضية الملعب والحكم يامر باستمرار اللاعب الشراك كان موجود مدركة لتل مرمى أمامنا همام طارق نتحدث عن همام طارق وكذلك إيف يونغ بالإضافة إلى عبدالله بلعم كورة عرضية على مستوى القائمة الثانية رصية موجودة في مرة أولى الخطورة لا تزال الكورة عند يوسف كارا يحكس العرضية المحاولة للصالح فريق الاتحاد فاضل سلامة يعود ليبعد الكورة فاضل سلامة عند المهدبي يحكس العرضية باتجاز عبية الرصية في مرة ثانية يبدع يبدع في الرأسية السند الورفلي والأروا لكن الأعزاق التعادل سيكون هو السيد الموقف وبالفعل أصدقائي أعزائي مشاهدي ومتابعي البرتقالية قناة ليبيا رياضية حكم لقاء الدولي الإثيوبي باملاك كاتيسيما يطلق صفرته مؤلنا عن نهاية أحداث واجواء شوط اللقاء الثاني والمباراة ككل مباراة الجولة الأولى من سوداسية التتويج بين الأهل والاتحاد بالتعادل السلبي بدون أهداف ترجمة نانسي قنقر